وتتواصل الاستعدادات والتجهيزات لمهرجان تمور بريدة وآلية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وكذا أيضا نتعرف على خطة عمل الموسم القادم والدور الذي ستلعبه الجهات المساندة من الجهات الحكومية في القصيم انضم إلينا من هناك مراسلنا الزميل يوسف الحميد يوسف أهلا بك يعني مهرجان التمور عادة مهرجان مهم سنويا بالنسبة لأبناء القصيم وبالنسبة لأبناء المملكة خاصة هو أن التمور هذا يعني يقدم الآن موسمها فماذا رتب لهذا الأمر أهلا وسهلا ومساء الخير عليك جبريل ومساء الخير على المشاهدين بالطبع تواجد الآن في مركز النخلة بمدينة بريدة منطقة القصيم تستعد هذه الأيام لاستقبال الحراك الثقافي الأضخم على مستوى العالم ألا وهو موسم ومهرجان التمور نتحدث عن مدينة بريدة عن مهرجان وموسم مدينة بريدة ومحافظة عنيزة وكذلك الرس ومحافظة المذنب ورياض الخبرة جميع هذه المحافظات والمدن تجهز وتستعد استقبال هذا الموسم كذلك نتحدث عن إنتاج أكثر من ثمانية ماليين نخلة وعن ألاف من المتسوقين والمزارعين وكذلك عن توفير ألاف من الفرص الوظيفية هذا العام ستكون المهرجان والفعاليات مختلفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحديث أكثر عن هذا المهرجان وما يحتوي من تفاصيل ينضم إليه الآن الدكتور خالد انقيدان المدير التنفيذي لمهرجان مدينة بريدة للتمور أهلا وسهلا دكتور خالد ومحافظة تحدثنا عن المهرجان وما يحتوي من تفاصيل يا مرحبا فيكم في مهرجان بريدة للتمور 1441 بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشهل بن سعود بن أبد عزيز أمير منطقة القصيم انطلقت مهرجانات الزراعية أو تم الموافقة على انطلاق المهرجانات الزراعية في منطقة القصيم أهم هذا التمور الذي يشكل قرابة المحصول الرئيسي في المنطقة عموما تنطلق مهرجانات في كل من بريدة وعنيزة والرس كما ذكرت سلامك الله هناك إجراءات احترازية مشددة هذا العام خوفا وحرصا على سلامة المرتدين سيتم وضع بوابات لقياس درجة حرارات كل من يدخل إلى السوق وكذلك سواء المتسوقين أو المزارعين أنفسهم يتم أيضا وضع ملصق لجميع الممرات الموجودة في السوق لتطبيق إجراءات التباعد أيضا إجراءات التعقيم كل هذا إن شاء الله تعالى هذا العام ستكون هنا في مدينة التمور في سوق بريدة للتمور دكتور ذكرت لي قبل قليل أن هناك تنظيم آخر لهذه السنة من المعرجان نعم إن شاء الله تعالى سيكون هناك فرص وظيفية للشباب داخل مركز النخلة سيتم وضع مواقع البيع للتجزة مواقع للأسر المنتجة سنحرص على اتباع إجراءات السلامة بين هذه المباسط لخدمة الشباب أولا وتعليمهم وتدريبهم على كيفية التعامل مع الأسواق الإلكترونية وتوزيع مواقع لهم سواء البيع الإلكتروني أو البلعادي داخل هذا المركز داخل مركز النخلة للتمور ماذا عن موعد انطلاق هذا المعرجان؟ حادة تبشير التمور تبدأ خلال هذه الأيام بكميات قليلة خاصة من المزارع والاستراحات القريبة من مدينة التمور ثم بعد ذلك تبدأ الكميات التجارية تدريجيا في بداية شهر أحيط وسحالي لكن يبدأ انطلاق مهرجان بوريدة التمور بإذن الله في 15-12-1441 من هذا العام بإذن الله شكرا لك الدكتور خاد انقيدان المدير التنفيذي لمهرجان مدينة بوريدة للتمور جهود مستمرة بين القطاعات الحكومية وكذلك الخاصة وعلى رأسها لجلة الفعليات والمهرجانات من مدينة موريدة وإمارة المنطقة بمتابعة حتيثة ومستمرة من سمو أمير منطقة القصيم أمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز لتهيئة بيئة تسويقية جذابة واحترافية يوسف الله يعطيكم الصحة والعافية وكلنا ننتظر أن تشارك الإخبارية بوريدة وابناء بوريدة هذا المهرجان الذي مهم جدا بالنسبة للسعوديين وعلاقتهم بالتمور شكرا لمراسل الإخبارية من بوريدة الزميل يوسف الحميد شكرا للمشاهدة